لا تتوقف التحذيرات التي تطلقها المنظمات الدولية من تضاعف مأساة الوضع الإنساني في اليمن بعد دخول الحرب والأزمة مرحلة أكثر تعقيداً مما كانت عليه لجنة الإنقاذ الدولية وفي تقرير جديد حذرت من الفشل في استغلال فرصة إحلال السلام في اليمن ونبحت أيضاً إلى استمرار المجاعة في البلاد لعشرين عاماً أخرى حرب اليمن التي وصلت إلى مفترق طرق وأنتجت أكبر أزمة إنسانية يشهدها العالم بحسب لجنة الإنقاذ الدولية ستكلف المانحين تسعة وعشرين مليار دولار من المساعدات الإنسانية إن استمرت لخمس سنوات أخرى وهو ما يتجاوز الميزانية المخصصة للمساعدات الإنسانية عالمياً تعقد الأزمة السياسية في اليمن وتعدد الأطراف الدولية الفاعلة في الصراع من خلال الدعم المباشر للحرب أو التجاهل كل ذلك ضاعف من المشكلة بفعل المصالح المتباينة لأطراف دولية وإقليمية عدة وزير الخارجية البريطاني السابق ديفيد ميليباند أشار إلى أن بريطانيا التي تقود الجهود الدولية في اليمن قد تضيع الفرصة الحالية بسبب الانقسام الداخلي حول بريكسيت والتبدلات العشوائية في سياستها بشرق الأوسط ثمن باهض يدفعه المدنيون كل يوم في حرب انقلاب دمرت كل شيء وجعلت المواطن والخاسر الأكبر وبين هذا وذاك يستمر العنف أمام غياب تام للمحاسبة وتجاهل كامل لانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي